بسم الله والحمد لله والشكر لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم صل على حبيبك خير الصلاة ترضاها دائما تدوم بدوام ملكك ولا تنخضي لا حدى لها ولا انتهاء بادئت لبدء نشكر اخوتي اينات وبكور على حضورهم ذلك لاستفادة منهم وربما استفادتهم مني واقل ما اقوله فهو تشجع لي فلكم كل الاعتزاز والفخر والمن افتأيت بعد ما انتصر بزميلي واخي وتلميلي كافي ان اقدم هذه المعلومات المتواضعة على ان يكون موضوعها بسيط جدا الا انه يجب لكل فنان ان يحفظه عن ضغر قلب فلا اتصور انسان في الملحون لا يعرف الاباجيت كما ذكرت كلنا نعرف الاباجيت حجم لحاكم سمعان الفرحو ولكن لا ندري الصرارة فحاورت قدر الامكان تصليب بعض الضوء لازالة الالتباس والابهام عن هذا الموضوع ورغم انني ساحاول لن اعطي الموضوع حقا وقبل ان نبدأ في الموضوع اقول ان المحاضرة في الحقيقة تقتضي ان تقدم في ساعتين على الاكثر ونظرا لذيق الوقت وارتباطات كل واحد حاولت ان اختصر ما امكن حتى تتمكن من الاستفادة بقدر اوسع فنبدأ بسم الله قلت هو المعروف في ان اللغة العربية تتألف من 29 حرف اذا اعتبرنا ان الالف المبدود حرف اما اذا اهمنا فهي 28 حرف وهذا الحروف لها ترتيبات مختلفة الترتيب المعروف عندنا هو الترتيب الهيجائي وانا عندما اقول الترتيب الهيجائي ليس من الهيجائي من الحروف الهيجائية الهيجائية هذا الترتيب اسمه هيجائي ويوجد ترتيب اخر يسمى ترتيب فراهدي هذا الترتيب فراهدي يقوم ترتيب الحروف على ما خارج الحروف من حيث الحرق يعني مدعا ما ليهمنا هذا الموضوع أما لهم هو الترتيب الأبجدي الذي هو مستعمل في الملحون عندما نقول الملحون كل قصائد منها مغربية أو جزائرية أو بذوية أو كل ما يذكر فيها إذن فالترتيب الهجائي كما هو معروف وكما هو وضح عن الشاشة كان طريقتين فيه طريقة مشريقية وطريقة مغربية فالترتيب الهجائي عن الطريقة المشريقية ألف با تا ثا جمحا خا دال ذال را زين هنا يبدأ اختلاف المشاريخ عن السين الشين لكن احنا في المغربة خاصة الجماعة اللي قرأوا في الجوة مع تبغري كنا دال ذال را زين طاضق إلى خير كما ترون على الشاشة إذن هذا بعجالة الفرق بين الترتيب الهجائي المشريقي والمغربي لذلك الترتيب الفراهدي قلنا يتبع له ترتيبا حسب ما خارج الحروف هذا مختصص علماء اللغة فهذا كذلك موضوع سعب اليمن لا يلقى لك طبيب لهمنا نتكلم على الحروف الأباجد لكي نفكوا بها بعض القصائد الترتيب الأبجادي كذلك كان طريقتين المشريقية والمغربية المشريقية كما هو عن الشاشة أبجد هوز حطي كلاما صعف صلاحه والمغربي أبجد هوز حطي كلاما هناك الخلاف صعف على كل هذه الجملة الأخيرة التي أشرح لها يجب أن يحفظ كل فنان يدعي أنه يمارس الملحون أو يحب الملحون فالجدول الأبجادي الذي هو عن سورة المغربي كل حرف من حروف المذكورة يقابله عدد يعني الكيبالانس الجلوجيك بين شكلات في شكل نميرو إذن هناك تقابل بين كل حرف وكل عدد فمثلا ألف يقابله واحد والباق تنين وجد إذن الترتيب قلنا أبجد هوز حطي إذن ألف باق تقابله واحد تنين كتاتة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسع عشرة مرة عشرة ما نطلعوش بالواحد نطلعو بالعشرات من ألف إلى طا عفوا فهي رقم أحد نعتبرها من واحد تنين تلاتة أربعة خمسة ستة ساعة احتلت ساعة ثم يصير الياء الياء اللي هو يعبر عن عشرة ينجزان إنتقال بعدما نصر الياء ما ننتقلوش بالواحد ننتقلو بالعشرات إذن تقول الياء عشرة عشرة احتلت سعين كين نصر بالمئة ما ننتقلوش بالمئات بالعشرات ننتقلو بالمئات وهكذا إلى أن نصير الحرف الشيء اللي هو يمثل ألف إذن الحروف الأبجادية كل حرف يدل على عدد أو رقم من واحد إلى ألف يمكن أن أجزئ هذه الحروف كما يقول الشعر فمثلا عندما أقول الباء الباء هو يقابلو تنين فعندما أقول نصف الباء نصف الغمواتي الغمواتي للدو يتقرم أعنى نصف الباء هو واحد إذن والواحد يقابله بالألف إذن كين نقول لك نصف الباء عرب اللي ننتقل مع الألف لا أستطيع أن نتكلم على خمسة الباء لأنه لا أستطيع أن نتكلم على خمسة الباء يعطي أمير جلسانة إذن الجيم ما عندوش ما يسمعندو تلت إذن تلت الجيم صاري ثلاث سورة ثلاث يعطي واحد وهذا الواحد يعبر عن ألف إذن نقلنا نصف الباء هو ألف وثلث الجيم هو ألف هنا حرف أخر دال دال كي كورس فان كاتر الذي يوافق الأربع هذا الأربع من نستطيع أننا نقسمها على مقسمها على والتنين وعلى أربع إذن عندما نقسمه على التنين نقولون نصف الدال ونصف الدال هو التنين هذا نصف الدال يقابله الباء لكن الدال أربعة كي تقسمها على pelتنين كم عدود مجتمع أثنين في اللعواف إذن عندما نتكلم الشعر يقول لك بلمسف الدال بل advisors في المعنى الباء. ولو كان يقول لك الدال ربع للدال. كما ترون في الدول بدون إطالة. إذن كان هناك حروف التي لها أنصاف. وحروف ليس لها أنصاف. التي لها أنصاف هي العدد الزوجية التي تقبل بسماعة الاثنين. متى بثنين. أربعة. ستة. ثمانية. عشرة. تنعش. ستانة موربار. ميني بادي بزي باردور. لخاطر تنعش. ما هو شخص. قلنا مال عشرة. لنتقلو إلى مئة. أعتبر إلى العشرين. أقول لغادي من البعن نتكلم على كيفية معالجة النقائص في هذا الموضوع. أعتقد كفى شرح. كذلك أجل الخروف الأخرى. عن المنذي يتكلم على على الطوبة. مثل. تكون اللسوة. موقعت 60 أعلى 20 دقائوا stay. كيفية عشرة. لكن��ات وريد 끊جزء الزوجية. وهل berدد من الحقيم الموجود إلى حقيم الموجود إلى entreك وكل الفان يتكلم على تليم الموجود إلى شكل التغلب وكل طويل ما يتквرف إليه. كيف كون قسمها على مثالا على ستة ولا على عشرة أقاري ستين على عشرة تعطيك ستة ستان عاودون نجع نفس الشيء بالنسبة إلى الحروف الأخرى إذن لا أعتقد أن الإنسان العقاري يجمي يعرف هذا السؤال حيلا ما يعرف أصلا كل حرف كم تقابله القيمة للمناسبة وهكذا بدون الإطالة إلى غاية الحرف الأخير وهو الشين الشين نجمونا نقسمه على تنين كون نقسمه شين على تنين ستطلق ميل ديفيزي بار دو تقال سين سان تحوس على خمس مياه تصيبها تكافير الحرف الثاب لو كان نقسم الشين على خمسة ميل ديفيزي بار سين تقال دو سان التي يقابله هارا وهكذا إذن هذا فيما يخص الحساب المناسب لكل حرف وأجزائه نعطي أمثلة لأنه كما يقول العرب بالمثال يتضح المقال قلت قسيدة الكاوي اللي هي في بيتزام لكل كنت تحظوها ونعطي أسيدة المرسول والزهى والصالة مقبولة وسلطانة الريان قسيدة الكاوي اللي تسمى في المغرب الأقصى قسيدة اللاين كذلك يقولوا اللاين طبعاً نحن كأين ونحن ملاحظة تكلمنا على هذه المدة فالحقيقة ما نقوله أنا الكاوي نقوله أنا المكوي خاطرة أنا الكاوي تسمى أنا في كوية الناس اسمه اسم فاعل ونحن اسم فاعل لكن جارت العذاء توقع بهذه الطريقة لأنها لهجة مغربية فلا دخل لنا في تبديل الكلمات في أنا الكاوي يقصد بها أنا المكوي كي ما خفيف جرحي في الدات المابرالي من بعد المان كويت وبريف تجرح يطاره إلى خيره يقول يا حفاظي أرواعي وجحد العدال الأقبالي واللي يجحد سير خلي في طبح الحال اللي يكتبها بالله الأسرق هو الشيئ همه اسمي منظوم في حروف أباجد للفلي صغاء والي زوج وسبعين زيد سبعة هذا كمال إذن زوج كيفو دير نعود نرجع معشاريات وصيبها بأ لأنه آلف بأ جيب لأن تنين هي بأ والسبعين تكافي الع والسبعة جي في الزين إذن بأ والع والز هنا شعارة من يكتب بوعزة هنا كين يكتبها باللغة العربية بأ ويل ع زين تأ بو عز زتون لكن في الشعارة عندما يصلح باسمه يذكر إلا الحروف الناطقة وحروف المدمن كلموش بو عزة خطر تبع بأ والع وعزة بو عزة لهذا قال زوجو سدعين وزيد سبعة إذن يكتب بأ عزة أتوا دو 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 إذن بو عزة وعزة سوف إلا كان زود متشابهي بس ماذا كان يقول اسمي العالمي شكونا عالمي كبير لا سيئ أحمد ولا قدور فيا أمبراطور بشعب العقل قادر ما قدور تدليع إذن هذا المثال أول حظ تصريح الشاعب باسمه في بيتسلام بيتسلام هو البيت الذي يتقر فيه عادة الإسم والتاريخ أو المدينة أو ننتقل إنسان محتوم إلى مثال آخر سيدة المرسوط على الغرابلي أنا الفاني وأنا الهميم أنا الملسوع بيعطو غرام وتنكه له أنا اللي سريه بايح للغرام من بعد اكتمام أنا العشق وانسكم وانا اللي جرح للبيم بسنون مصاله أنا الصب بالملوك واللي مالك للي سلطان خبرني يا مرسول عن سلاجعيان وشنون هار نظر بوصاله عراد زين الله نصره هذي قياستها على حسن قياسة قصيدة عبدالعزين المغلوي أمحبوبي ولا قصيدة خلخال عويشة إلى خير هذي يقولها قياسات إنقلودوان ولا خاوة وفي البيتسنون يقول وسلي خمسين وجيم لاحظوا هنا الأمر تبدل خمسين عدد وجيم حرف احنا في الرياضيات ما نجموش نجمو حرف نجمو حرف نجمو حرف مع الحروف والأعداد ما الأعداد إذن خمسين رأيبان وجيم ما أشخص بيها آليف بان جيم صار ندير بالليز سيكون بلش تخوى خمسين وثلاثين خمسين وثلاثين وثلاثين طبعا ما ما ديشتع تخوشوني تقولي هو أحمد الغراب لا ما فرضو بلي عمر ما سمعت بها خمسين وجيم خمسين وجيم صار في هذا اسم وجيم لا فيها ثلاثة وخمسين مبعت ما شيقول في حرف أباديد الغراب اللي قل اللي ساله ضنك ما شيخاف منك وترم ما خاف ترم كون جمعه خمسين وجيم وثلاثة وخمسين وكون تجمع الحاء والماء والدل ثلاثة وخمسين واسمه حمد أحمد واسمه باش ما يقول حمد يقول خمسين وجيم تستطيع نوره وتعال تأثة وخمسين إذن واسمي خمسين وجين في حرف ذا باجت الغراب ليقل اللي ساله من باجت فاسد ليعزها أخري من المنان أنا الكاوي من فقد أنا الكاوي من فقدها وفقد أحبابي ثبت في عضايا مشعله وفراق الزين الصعب من فراق الأهل والأخوان إذن هذا كان مثال ثاني لإستخراج اسم الشاعر عن طريق الحساب الأبجذي أو إلى خيره قصاد سيدة نزه إلى خيره حتى يوصل إلى بيت السلام ويقول واسمي رمز الفا والزاي واتمان في حروف لها طالب المولى يغفر لي وزار ذنوبي وخفاها آشيزها ملا يزها بزين مولات ينزها واشرها ملا غنم معا وغزال فرجا ونزها نرجع إلى اسمي رمز الفا والزاي واتمان أه بش احنا الشيح ميدي ما كتبش من نظم كتاب هاترباج ما يعيار لنكوش تريش تبتها روح ها قولي تعمل هذه اسمي رمز الفا والزين واتمان في حفلها طبع عنده الفا والزين والها نخلوها هاترباج ما يوخف علينا بمعنى لازم نكون حافظ كل قيمة على الأقل لما شيء حافظ كل قيمة نحفظ الأولى منها آآ ننتقل إلى الصالة المقبولة هذا شيء العوفي لأنه مش معروف يمن هو مثلي عشيء كوي والحب بفناها اكثر هولو وسبابها وملك ذاتو وفناها وبقى بالفرقين وهمهادو ودك جمعها يمن هو كوي بليعة الهجرة وانتشواها وبقى فاني بهواه كياتو يامعتاها معتاها لهجتانا سمع ياما أكبروها كيف الكويتانا من الهوا والهجرة وعذلها يمن هو مجروح والهوا جرح مير أعضاه جمروه قطب الله واعدم للذات دواها كيف اعدمتها ناعلى ججاتي وعلى جسقانها يمن هو وحدو فريد دمتيم لا صايب خاه كذلك خاه لهجتانا كعب المسان طول النهام وتجاه عينوا لمنها مجفاها من فقد الماحيش في عورا في يوم شجاهها صلى الله عليه يا حبي بالحق الإله يحمد العظيم الجاه يمعمل هادي طه صالة مقمولة دوما ما ينترهي عدادها أنهيك سلامي على نصره قولي ورضاه استحصن ذكره وحداه وعلى جميع الفقهة وعلى ناس الموهب والمعاني وعلى شرحها اسمي يا راوين بين ولفاهم يقراه الصادو لا موراه والباء بيها يتناها يقول العوثي في تمام الفاضو وسجاله رغنا الصاد ولام وراه وراكي بدي كي نعبخي وراه إذن هنا نحن حرف هذا يعني الصاد وبعد ولام إذن صاد ولام والباء صاد وابا هذا يسمو الشيخ الصلبي إذن هناك كي نعود أن نجمع نجمع الحروف هذا الصاد واللام والباكي ما قال أحد الإخوة يكون عندي الطابلو كي نجمع حمسك كارت ربان دوز شي جي نمبر ممار إلى ذاكرتي جيدة ستكون المجموعة تنين وتسعين ثلين وتسعين تكافئ أو تقابل أي الأسماء لا خطر هنا هنا يصلي بطل جنون خصنا لبرينا خطر لنون رقال لعو فيه رقال لداخل هنا رقال يبول لعو فيه إذن حصنا اسمه كي لاشي شكون الاسم اللي فيه مجموع الحروف تنين وتسعين سبه محمد لأن ثلين وتسعين جاية من ثمانين اللي هو ربعين وربعين وجاية من تنعاش جاية من تنعاش اللي يجي من ثمانية وربعة صغير كارون تكارون تويت كات سفرة كاتر لندوس اللي هي الاسم الوحيد اللي يحسابه ثلين وتسعين إذي اسمه محمد العنفير سيبه فاسي للمنونه يقتل طول من المداري سعودي اللي في الرياضي الحمد لله يا ربي سلطان جدريان هذه طبعا من قياس المكسورجنة للمزرق التعو وسعدي سعيد والظهر صغالي بالمران حلال فرحتي وزهتي يامي طنضان جميعه يامي وراء بغري بعده يامي المال كاني نعمت برضايا لاقص دي راني منغرافيها بسحر جي نسبي أغير باين نقول لك خسينا منظور هذه قياسها كما هي التهامي مشفحية مال كاني نعمة برضايا من بعد الهجراء فات عني قرة عينية بلوصلت بالنقدام تاك سعدي وضركت منايا بوصولك يا أطل أطل بضر لفزالنا السعودية سلطانة لريان وسلام لشياخ سوايا هنا راني تخلق في سالحة نحن عادولها من جزائر سالحة هي اسموها سالحة وسلام لشياخ سوايا شيئا قوش شبان والشراف نجو معلية عنهم طيب سلام واسمي واضح دون خفايا حرف الباب والضاب بالمكي بخيرة رسمية تريه الفهام نفس الشيء كنا نجمع بين الباب والضاب لأن الباب دو والضاب كاترون ديس ضابك دو بلوس كاترون ديس أردين أموحمد إذن باش نقول بللي لإسم واحد عنده عدة رموز إذن عندما الإنسان يتمكن من من هذه الأشياء يتولي ذاكرة قوية بلخطي دي الحساد قبل أن أني عاد بالطول سمحني سمحني قبل ما نقبل ندرت ديس ديس بيكاسون يعني نشوف رحي إلى فهم تلو ما فهمش إذن أقول في الاعتماد على جيانتي ديفور من حسب رحي في كلاسة طرح في كلاسة ندير وخور بعد أبليكاسون بعد إجزازيس بعد موضة تايير وإلى إذا ما نتالي هذي من ديرها تلو ما نتالي خلالنا براحي من شواء المميح اعتماد عن حسب الأبجالي حول الخدمات تلو ما تلو إذا استطرنا نعطيك كلمة وتحولها الأن ركي غادي دير تايا غادي دول ميم حاوس عليها في الجدول وكتبها كارب والحا غادي تسلها تمانية والميم ربعين والدال ربع صافي كارنة بلوس ويت بلوس كارنة بلوس كارنة سابدير كارنة دوس أحمد لاحظ باللي هنا هذه الميم اللولة ما ننجره هاش ما خارط هذه الميم اللولة هذه نقرها دوك هذا تقولي كارنة دوس موان كارنة سيكوندو بلوس تأريف سيكوندو إذا أحمد هو سيكوندو هل يكونا نتلمو علي حمد الغرابي ماتنة عمر اختارت اسمها هذا اوما بن خلوف هذا مشير مقصود بوعلام عبد القادر كدرت بوعلام ولا مجلالي فكت عبد القادر إذن هاي محمد يقابلها ربعين زائد ثمانية زائد ربعين زائد ربع تساوي تثنين إذا إذا قال الشاعر اسمي تثنين وتسعين عرب اللي محمد أحمد كذلك شرحت كيف عمر سبعين أربعين ميتي إذن تثني عشر وهكذا بن خلوف هنا أردت أن أقول بن خلوف لو ما يحسبش تنطق تقول بن خلوف ما تقول بن خلوف تحسب الباء زوج والنون خمسين والخاء إلى خيره تحسب تسبسك 130 الواو ما ينطق كذلك بوع الواو ما ينطق ولا هذا ليس مؤلف لام كأنها الباء عين لام مين نفس الشيء عبد القادر تكتب عام والباء والدال والقلام عبد القادر يعني الآلف اللول ما يتكلمش الآلف الثاني ما يتكلمش لكن المشكلة هي في هذه هنا العكس يعطيك يعطيك عدد ويقول كتبوا لي بالحروف فهمنا من الحروف العدد سهل هنا ليس عيبة يعطيك 25 ماذا يمتلك 148 ماذا يمتلك إلى خيره 2014 إذن هنا المشكلة التي نتعتمد على مهارة مهارة مغرور الشاعر الحاسس مهارة 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 خالفة يعطيك فيها المشكلة المشكلة شعر افضل افضل 啥 الألف لأن 148 غير موجود في لوحة الأبدي ففسرته إلى أجزاء التي تنتمي إلى الليل فوجدت قاء والميم والحفا مثلا نقول لك في حروف القمح تقول له هل القمح هي حروف؟ تحسب بلا يذرع اليقاح وهو مشي على القمح في الحساب الأبدي لكلمة قمح ولا حمق ميكا تسان تراندو مثل شاب تالبا يجب أن يقول هذا المرأس يجب أن يقول لك في حروف شاب تالبا ولا تل بش أو لا يهمش في 1959 عام 2015 مثل 2013 يجب أن يكون لك أكبر قمح في الحساب الأبدي هو 1000 2000 مع ناش لأن 2000 أتكون ميكا تقول لك 1000 أبدي لك 2000 1000 أبدي لك إذن هنا يجب أن يقول لك الجيم والشا واليا والشين ألف فرنا ما ينطقش والله يجب أن يقول شو زش نعم لأنه كان تجمع الجيم مع اليا تسيب النفس التماع مع الوا والزين الجيم واليا 13 والوا والزين 13 لأن الجيم هي 3 واليا 10 لذلك 3 plus 10 plus 2000 2013 وهنا كان هذا بإختصار جيد شديد لبعده من جمشنا نجد نختصر هذا كل ما هناك في المداخلة حول أسرار الحساب الأبدي في المنح ألا هذه خاطرة هذه هذه الكادول أخويا كافي أقلموا في المدح شكرا لك إنه عندما يرمز في بيت سلام مثلا إلى الحروف أو بالأرقام يعني ما يخالفش العروض الذي كان يمشى به مقبل لا طبعا إنه يجب أن يحتفظ على القافية والبحر وإذا كانت في المطلع تقام مطلع وإذا كانت في الريالات قارة في الريالات وإذا كانت في البيت قام في البيت يعني لازم يكون مثلا أراد أن يقول دومي تراز قلنا دومي تراز شايش إلا كان البيت تعويكم البشاة يجي شايش وإلا كان يجي شايش لازم يعرف يكون عنده مهارات الشعب يعني زيادة عن مهارات الحساب لازم يكون عنده مهارات الشعب لأنه ما نزلش يهتم بالحساب ويتحفي عيوب الشعب من شعب لنا هذا هو الفندين تفضل أخي براك الله بك هو موضوع صح شايك لكن لحسب المغني مدام مغني أرامه ما هي الأسباب لأنه شوفوا هذه الظاهرة أو هذا الفن فنية هذه التقنية سانة نظمة قاسدة أو اسم الشاعر تجي في بيت سلام أو في الزرب كما يقولون ما في الزرب لكن ما هي الأسباب كان قادر يقول محمد العوفير ويقول المدهة التهمين من دغري لكن حاوسوا إحنا يا باش الفائدة دعم لماذا الشعارة اختاروا هذا الفن أو هذا التقنية لتخفية الإزم وفي بعض الأحيان يقول عشور الياه والغراب لما أقفى إذا بكوركوا يخبيوا براينا ويظاهروا لنا ولا العكس بها تعمل فائدة باش نكونوا يعني يعني تاريخيا لماذا هذا الأشياء لكل حال من هذا من بين أنا لست ما ذكش كل دراسة ولكن من بين أسباب التي أدد إلى هذا أول لإبراز مهارته الحسابية بل لمجاري شعر ما عرف إلا الحساب عادة الميكان نشوها رائعة الحساب ثانيا وأول وثانيا ثانيا عادة ثانيا ما يجعل الشاعر ضرب كما نقول لحنا كما بالدرجات يضرب بحيرة تاعمل يدلها كور حتى لا يكون عرضاتا خطة كان لدي تقولها يكتبها وقال تاعمل ما تعمل يقل عغير غرابلي ويدل حمايةية يقول لك نوري لك بلدي مشي تاعمل خطة محمد ما تجيس لك خمسين جاة ثانيا هكتح فتخ إذا وبالتالي ما شيء من ولا يهتم على ذلك إلا ولا أعتقد أن الإنسان عنده الإمكانيات تشعير يخد شيء وثالث شيء عادة ما عندما يقول مثلا عشور الياء كانت له مناسبة في كلمة عشور كان في عشورة بل شيء يعطيك الاسم التاوي حتى تاريخ تاريخ تقول عشور كده في عشورة مثلا كما يقول مثلا أحيانا يقول نسفتها لأنه كان فلسف حرمها إذا ما يختار العشور ولا سدوس ولا خمس كما يبغي هو ما يبغي هو ما هو كونسقسين يقول لك اخترتها لأنها مناسبة لعشورة لأنها مناسبة لمثلا ربما يقول لك حرمت عليك في ضرب الصيدر على شكلها لأنها في محرم بلا مثال تحسب اللي حرمت علي الآن تردي مهوات البيع محرم إذن كانوا 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 الأرض يتحمي يعمرها قنابي رد بالك مينات يعني تتجرع وتتعطي وكذلك نعم وكذلك الشيء الآخر كانوا يتحمي 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 سبب كذلك مهم جدا لأن في تلك الحقبة التي كان فيها شعراء يرغب ما كانوا هناك علماء ببيوغرافي ببيوغرافي تارو وتارو وتارقسل ببيوغرافي هذا ما غازية في الحقبة إن نعم صدر في همبر شيخ قلت لنا الحرف اللي ما ينتقش ما يديوغ كان شاعر في في بيت ينطيع يقول يقول الحرف اللي يحروف همد برت للشهور اسمي مريض منها مرذ قرهاش 30 شيخ وستة 6 أصبع أثناء أصبع أثناء العشور 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 إذا أصبتك الحرف المذكور ما الحرف الحرف لأن بصدادها بصدادها حرف يقول الحرف المذكور معك ذلك الحرف الذي وضعت عليه قاصدتي خاطر فلنا يا فلنا من شاعر بسالد حون يديت شوية وقت من يقول لك واش هو حرف القسادة يقصد بها قافيتها ما يشيري في يوم الحضرين كان معنا ويقول حرفها الراء يقول لك ما هو حرف القسادة بسالد مريم يقول له الراء يقصد به كي يقول لك الحرف قافيتها وطبعا وهنا معظم شعارة كي يقول لك على حرف الراء بشرط أن تكون قاصدا مسجعة واش معنا مسجعة مش الشجعة أن تكون كل أشطارها لها نفس الحرف لنفس القافية نعطي المثل ناس تسمى وكياما راح ترماشي عيشا كي يطلع ماش تاجع ونسع ويشا ونبقر حتي سميتك عيشوش رغم اختلاف الحرف لكن الحرف هو واحد خطرة شي خطرة أوش خطرة أش إذن هذه يقولها حرف حرف القصيدة هو شي لكن عندما يكون القصيدة عندها عدة أحرف عدة قافية فما نجموش نسموها في كمالية تقول لك ما يشاري بالحق ما هو ش ما يشاريه في يوم الحب لأنها في المين والراء إذن هذا ما نجموش نقوله حرفها الراء إذن توقع الحرف عن القصيدة عندما تكون نفس القافية منها من حيث القافية وليس من حيث العرض مش من البحر كيما المثال تعيشوش ولا يما الناس يما راح كغماجي تاجمع واني صديجة وانا بقول هيا سميتك خدوش كي بزاف يعني حضرازي وفش الله فصح بالختم والمعراج راح كوكب الانتاج سيطرناجي إذن هذو هما كل القصيدة اللي يقولون فيهم القصيدة فيها الحرف المدخور يعني الحرف اللذي تمت به قصيدة بشرط أن تكون مسجعة تكون نفس الأشطار لها نفس الحرف بخلاف السكون ولا الفتحة ولا الضمار جي جو أج ولا جا جي إلى خير جا جي ما سمع دا دي جي 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 أستسمحكم حتى أفسح المجال لإخوتي بشي طيب نولنا إن شاء الله إن أمكان لقاعة أخرى حتى نتمكن من المنصرة شكرا لكم